بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري هذا سؤال وجه لآية الله السيد عادل العلوي قدست روحه الزكية فتاة متزوجة تقول له بأن يعاني من الفتور في الحب والعشق مع زوجي فإني أشعر أنه لا يحبني وهناك فتور بيننا في المشاعر فقال لها السيد وأرسل رسالة قال للمحبة المشروعة كما في الزوجين وهذه العبارة جدا مهمة للمحبة المشروعة يعمل هذا العمل أما إذا كان لا ليس للمحبة المشروعة بين الزوجين فلان يحب فلان وليس بينهما عقد زواج ولا أي شيء هذا ينقلب عليهما بالعكس فلا يزيد الظالمين إلا خسارة الله سبحانه وتعالى ينزل الشفاء في القرآن الكريم من باب بأنه الله سبحانه وتعالى يساعد المؤمنين والمؤمنات ولكن من يستخدم هذه الأذكار وهذه الطرق المجربة عند علمائنا الأعلام في طريقة محرمة فإنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة ينقلب بالعكس فقال آية الله السيد عادل العلوي قدست روحه الزكية للمحبة المشروعة كما في الزوجين إذا كان بينهما فتور الحب والعشق كل من قرأ سورة الحمد بهذه الطريقة لمدة سبعة أيام صباحا ومساء فإنه نافع في الحب الزوجي وهو من المجربات تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول سخر لي فلان بن فلان وتذكر اسمه واسم أبي وإذا كانت الزوجة تقوم بالعمل فتذكر اسم زوجها واسم أبي وإذا كان الزوج فيقول فلانة بنت فلان فيذكر اسمها واسم أبيها ثم يقول الحمد لله رب العالمين يا رقيب سخر لي قلبه أو قلبها الرحمن الرحيم يا ودود سخر لي فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان يا مال أو عفوا مالكي يوم الدين يا رقيب سخر لي قلبه أو قلبها إياك نعبد وإياك نستعين يا ودود سخر لي فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان إهدنا ودود سخر ودود سخر لي أثير 0786 717 825 وكذلك الأسيا 077 600 266 73 هذه الأرقام فقط لخدمة الواساب برسائل صوتية أو كتابية وليس للاتصال وأنوه دائما كل من لديه حساب وإن كان يدعي بأنه ينشر من قناتنا حبا لأهل البيت ووجدنا أن هذا كذبا وزورا وجدنا أن الكثير يأخذون من قناتنا ويدعون بعد ذلك بأنهم هم أمين محمد صباحات ولائية ويعني يتواصلون مع المتابعين والمتابعات لأعمال مع الأسف اكتشفناها شيطانية ومآرب شهوية على كل حال فأنا لا أبرئ الذمة لكل من لديه حساب رسمي على مختلف التطبيقات أي يأخذ مقطعا فيديوية من قناتنا ويكذب زورا كما يعني ما يفعله الآخرون وتعرفون حساباتهم وينوهون بأنه حبا لأهل البيت ونجر لعلوم أهل البيت لا واتصلوا بنا يعني بعض الأخوة والأخوات وأخبرونا بأنهم كيف يريدون أن يحاولوا معهم بأشياء شيطانية مع الأسف فلا أبرئ الذمة إطلاقا أما بعض الأخوة والأخوات الذين يأخذون المقطع ليرسله لصديقه لأخته لعائلته لزوجته هي ترسله لزوجها لعائلتها لعائلتها لا بأس برنامج صباحات ولا إيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام